هذا البرنامج برعاية بنك البركة مصر أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من مشاركة هذا البرنامج الذي يعنا دوما بالقطاع المالي الإسلامي بدءا هذه هي أبرز العناوين في هذه الجولة المغرب يتبنى مشروع قانون ينظم أنشطة التأمين الإسلامي عمان تنوي بيع سقوك قيمتها 200 مليون ريال جبل عمر تحصل على تمويل إسلامي بقيمة ملياري ريال تبنت حكومة المغرب مشروع قانون لتنظيم أشيطة التأمين الإسلامي والذي سيصوض عليه البرلمان بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا العام ويشكل ذلك أحدث خطوة في حزمة قوانين لتنظيم صناعة التنويل الإسلامي الوليدة في البلاد وصدر مرسوم ملكي في وقت سابق هذا العام يقضي بإنشاء هيئة للرقابة الشرعية للإشراف على قطاع التنويل الإسلامي في المغرب تنوي سلطنة عمان بيع أول سندات إسلامية سيادية لها في إصدار سقوك قيمته 200 مليون ريال أي ما يعادل حوالي 520 مليون دولار عبر طرح خاص على أن يفتح باب الاكتتاب قريبا وقال مدير اللنية المرتبة للإصدار طاهر سالم العمري إن اللنية تتلقت موافقة تنظيمية مبدئية وأنها تعكف حاليا على المراحل الأولى من عملية الهيكل والتوثيق وسيجري إصدار السقوك السيادية من خلال عملية طرح خاص بحد أدنى للاكتتاب 500 ألف ريال وستصدر السقوك بقيمة اسمية قدرها ريال واحد وسيكون بمقدور المستثمرين عموما الشراء فيها فور إدراجها بسوق مسقط إذن معي عبر الهاتف من مسقط الأستاذ عوض باقوير الصحفي والمحلل الاقتصاد أستاذ عوض مساء الخير أنا شاكل لوجودك معنا بدءا حدثنا عن الغرض من إصدار هذه السقوك والقيمة المضافة لها لا شك أن هذا خطوة مهمة جدا وأساسية لأول مرة تتخذ في سلطنة عمان وهي إصدار السقوك السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني كمرحل أول وربما تتبعها خطوات أخرى وكمان أعلم بأن السلطنة تتبع الآن مثل التنويع الاقتصادي وبالتالي امتصاد جزء من السيئة الكبيرة التي لدى الموزيعين في البنوك هناك أكثر من 12 مليار ريال عماني في البنوك المحلية وبالتالي هذا جزء أيضا من خطوات أساسية لجياد أدوات مالية جديدة في نشط الاقتصاد العماني وأيضا سد بعض العجوزات في الموزيع العامة للدولة وبالتالي نعتقد أن الكثير من المستثمرين يتطلعون إلى هذه الأدوات الجديدة وهي أصبحت جزء من المنظومات الاقتصادية في الخليج وحتى على مسؤول عالم وبالتالي يعتقد الكثير من المحللين الاقتصاديين بأن خطوة السلطنة فيما يتعلق بدار السوق السيادية سوف يكون لها مردود اقتصادي جيد وينشط من الحركة السوقية ويعطي فرصة أيضا للمشاريع الكثيرة التي لها تنوية السلطنة يقامتها في كثير من محافظات السلطنة نعم أستاذ عوض هل تعتقد باحتمارها التجربة الأولى أن هذه التجربة ستتكرر وأن التجاوب معها سيكون كبير أعتقد أن المشارات الأولى تقول بأن التجربة سوف تكون جيدة كما أشرت أن هناك سيولة كبيرة وهناك وداع كبيرة للمستثمرين وبالتالي سوف تكون هذه السقوك السيادية فرصة لكثير من الذين سوف تطلعون إلى الاقتصاد في هذا السقوك خطوة أنها سوف تكون مضمونة من الحكومة العمانية وذات أرباح ربما تكون جيدة ومغرية وبالتالي أعتقد أنه ستكون التجربة ممتازة خاصة أنها نجحت في كثير من الدول ذات التشابه الاقتصادي مع سلطان العمان أنا أشكرك للأستاذ عوض باقوير الصحفي والمحلل الاقتصادي كنت معي عبر الهاتف من مسقط نجحت صناعة الاستثمار المسؤول اجتماعيا أو الاستثمار الأخلاقي في أن تستخدم كآلية يمكن من خلالها تنمية وتنشيط السوق المالية بشكل عام وذلك بدافع من رغبات المستثمرين في الاستثمار بالأنشطة التي لها أثار إيجابية على المجتمع والمتوافقة مع عادته بدأت المؤسسات الاستثمارية العالمية إدراك أهمية الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل متزايد ومدى تأثيرها الإيجابي الملموس على آداء المحافظ الاستثمارية ويعد الاستثمار المسؤول اجتماعيا أو الاستثمار المستدام حديثا نسبيا كمفهوم اقتصادي أتى لينافس الاقتصاد ذا البعد الواحد وهو تعظيم الربح ويتجاوز حجمه في الولايات المتحدة 6 تريليونات دولار كما أنه يشهد نسبة نمو تصل إلى 17% ويقوم على مبدأ توظيف الأموال في استثمارات توازي بين الربح واحترام مجموعة من المعايير غير المالية منها سياسة تدبير الموارد البشرية والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الإنسان والشفافية هناك أكثر من 200 دراسة أثبتت بأن تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات التي تأخذ العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة بالحزبان أقل وبأنها تحقق مكاسب تشغيلية أكبر من خلال أكذ المسؤولية الاجتماعية والبيئية بعين الاعتبار وتتشابه الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المسؤول كثيراً مع أسس الاقتصاد الإسلامي الذي يستلزم تطبيق المسؤولية الاجتماعية للاستثمار كأحد المبادئ الرئيسية هناك أوجه تشابه واختلاف بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار المستدام فما هي أوجه التشابه؟ كلاهما مهتمان بالاستثمار وبالغرض من استعمال الأموال وهل ستستعمل في أمر مضر للبيئة أو المجتمع أما الفرق فيكمن في أن الاستثمار الإسلامي مهتم بهيكلية هذا الاستثمار سواء كان على شكل دين أو رأس مال ومدى توافقه مع الشريعة لكن هذا الأمر لا نراه في الاستثمار المستدام تعتبر صناديق الاستثمار الأخلاقية أو صناديق الاستثمار المسؤولة اجتماعيا من بين أهم الأدوات المالية التي تشجع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مستوى الأسواق المالية وذلك بتهافت المستثمرين على المنتجات المالية التي توفق بين المسؤولية الاجتماعية والبيئية للاستثمار مع الآداء المربح تؤثر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على القرارات الاستثمارية والتقاء مبادئ الاستثمار الإسلامي والمسؤول يدعم قرارات استثمارية أفضل للمجتمعي ككل إنجل حكيم سيان بيسي عربية دبي ورح في هذا السياق بضيفي هنا في الأستوديو السيد بشار نواف الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش سيد نواف مساء الخير بشار شكرا لوجودك معنا في البرنامج بدأنا دعنا نفرق ما بين التمويل الأخلاقي وهذه المصطلحات التي تصهر وما بين التمويل الإسلامي يعني حين يسمونه تمويل الاجتماعي حتى هذا التمويل الأخلاقي نعم آمين شكرا لأعطي هذه الفرصة بتخيل كنقطة بداية لازم نبدأ أنه نعرف شو التمويل الإسلامي وشو التمويل الأخلاقي التمويل الإسلامي هو عبارة عن التمويل المبني على الشريعة الإسلامية وبالتالي في كيانه مضمن قبول اجتماعي معين وأخلاقي معين لفئة كبيرة من المجتمع أو أي حدا بتقبل هذه الفكرة التمويل الاجتماعي هو برضو مبني على أسس اجتماعية معينة لفئة معينة لأنه ما فيه تشريع واحد يعني شريعة الإسلامية بتيجي بتقول القرآن والسنة والتشريع مبني عليها ولهكالية هناك مقبولة لفئة معينة من العالم خلينا بس نقيم الموضوع اللي هو الجدارة الإتمانية من البداية بغض النظر سواء كان إسلامي والاجتماعي أو أي صنف الجدارة الإتمانية والتصنيف الإتمانية باعتمد على جدارة المصدر أو الضمانات المعطيرة لهذا المصدر بغض النظر عن كان تمويل إسلامي أو تمويل أخلاقي بالضبط فهذا يجب أن نقيمها من طريقنا هلأ إذا بدك تقارن بين التنين من الوجه الأساسي لها بتطلع أنه التنتين أخلاقي ولكن فيه إشي بميز التمويل الإسلامي عن الأخلاقي العام أنه يجب تكون العقود نفسها عقود إسلامية وبالتالي أنت مش فقط إذا بتناعت عن الخمور والمقامرة والربع يعتبر التمويل الإسلامي نقطة أول سطر لا يجب يكون العقد نفسه مش عقد رباوي ولا غرر ولا إشي يجب أن العقد نفسه يكون مبني على الأسس تحت العقود الإسلامية وبالتالي مش كل التمويل الأخلاقي يمكن تصنيفه تمويل إسلامي بينما لفئة معينة من الناس ممكن يقولوا إذا والله التمويل الإسلامي بيبتعد عن هذه الأسس أنا مقبول بالنسبة إلي ففي نقاط التقاء بينهم واجتماع ولكن في نهاية الأمر الإسلامي بميزه الهيكلية تاعة العقد نفسه اللي يجب أن تكون في فحواها إسلامية جيد إذن بهذا الفهم وكما تفضلت أنت وذكرت بأنهم قد يلتقوا في الهدف أربما الأخلاقي هدف نبيل إلى ما ذلك لكن في كيفية العقد نفسه يثار هذا الاختلاف ما الذي يمكن أن نستفيده من التمويل الاجتماعي التمويل الأخلاقي في تسويق التمويل الإسلامي لهذه الجهات هاي نقطة مهمة هلأ إذا بدك تتطلع على التمويل الإسلامي طبعا فيه كثير أجزاء اللي هي الأشياء المحرمة ولكن على بفاهم عام الإسلامي هو يجب أن يكون مفيد للمجتمع نشاط معين مش مبني على المال يولد المال وبالتالي بكيانه هو تنموي من هاي الناحية طبعا بلتقوا تنين هلأ فيه كثير من الأشياء مثلا المحرمة بالإسلام بتلتقي فيها كثير ناس من الأخلاق مثلا القمار مثلا فيه كثير بقولوا والله هذا مش أخلاقي وبدوا يمتعرانه بغض النظر عن الديانة ففيه نقاط التقاء كثير هلأ كيف ممكن يستفيد منه اللي هو تسليط الضوء ممكن على النواحي اللي التمويل الإسلامي بيكون بامتنع عن الدخول فيها للدائرة الأوسع من المستثمرين قد يحقق هذا الهدف بحيث أنه التنين يستفيدوا بأنه هذا يحقق أهدفنا من هاي هلأ بنهاية الأمر بدك تطلع الهدف الأساسي من الاستثمار بعض المرات تكون الهدف الأساسي تنموي يعني فيه بنوك تنموية بس تستفمر للتنمية وبالتالي هذه بحد ذاتها ما شاء في هذا السياق فالخيارات بتخيل متعددة ولكن بتخيل الفهم وتسليط الضوء على الأسس الأساسية للتمويل الإسلامي مهمة لجذب شريحة أخرى خارج المجتمع اللي هو مهتم أنه فقط يموّل عن طريق الإسلامي بحيث أنها تكون أخلاقية جيد فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي الأخلاقي بغض النظر عن كونه تمويل إسلامي أو غير إسلامي هل من الممكن أن يستفيد منه المسلمون بحسب مقاطر التقاء؟ إذا كانت العقود تسمح للمستثمرين الإسلاميين سواء بنوك إسلامية أو صندوق إسلامية في الاستثمار في هذا بمعنى آخر العقود نفسها مثلا لا تحتوي على تيمز رباوية على مصطلع يعني مش مصممة إنها تكون رباوية وتتوافق مع العقود الإسلامية قد يولد هذا التوافق لا تخيل فيه كثير نقاط التقاء في هذه النقطة بالتحديث قد يكون الهدف الاجتماعي والتنموي والأخلاقي كله متوافق ولكن إقناع المستثمر غير الإسلامي إنه بدك تصمم المنتج تبعك بطريقة إسلامية يمكن يكون هو النقطة اللي بدها شوية تعريف أكتر بحيث إنه ممكن تتطور هذه السنة أنا حقيقة أشكرك على كل هذه الإضاحات التي نتمنى أيضا أن تكون قد أفادت المشاهد السيد بشار نواف الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في مؤسسة فيتش شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا شركة جبل عمر للتطوير وقعت اتفاقية تمويل إسلامي متوسط الأجل بقيمة 2 مليار ريال مع كل من البنك السعودي البريطاني ساب والبنك السعودي الأمريكي سامبا وسيستخدم القرض في استكمال بناء المرحلة الثانية من مشروع شركة جبل عمر للتطوير بمكة المكرمة وتبلغ مدة التمويل 3 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية وسيتم سداده من القرض المجمع الثاني والمتوقع ترتيبه قبل نهاية العام 2015 أو عن طريق إعادة التمويل تمكنت فلاي دبي من تغطية الزارات السكوك الإسلامية بلغت قيمتها 500 مليون دولار لتغطية احتياجاتها التمويلية يتم سدادها على مدى 5 سنوات وتم الاكتتاب عليها بواقع 6 أبعاف اجتذبت السكوك استثمارات من مختلف أرجاء العالم بنسبة 64% من منطقة الشرق الأوسط و25% من أوروبا و7% من آسيا بالإضافة إلى ما نسبته 4% لحسابات الأفشر بالولايات المتحدة هابطت أرباح شركة أملاك للتمويل المتخصصة في الرهن العقار الإسلامي بدبي بنسبة 77% في الربع الأول من العام بسبب تكاليف الإطفاء وانخفض صافي ربح أملاك إلى 3.7 مليون درهم أي حوالي المليون دولار من 16 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي وقالت أملاك إنها سجلت إطفاء أو تفكيك لقيمة ابتدائية عادلة ناتجة عن ودائع استثمارية في فترة إعادة الهيكلة لمبلغ 28 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2015 يدرس بيت التمويل للقويت إمكانية بيع أصول من بينها وحدته الماليزية بينما يسعى إلى تعزيز حضوره في تركيا ويقوم ثاني أكبر بنك في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم بإعادة هيكلة أنشطته قبيل تخارج مزمع من جانب الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أكبر مساهمي وقال بيت التمويل الكويتي إنه عين كريد سويس لتقديم المشورة بشأن خيارات من بينها البيع المحتمل لوحدته الماليزية التي دشنها في 2005 وتعمل كمركز له في جنوب شرق آسيا أنتم تتابعون مشاركة من سي أم بي سي عربية في هذا البرنامج بعد الفاصل صعوبات تواجه بنوك إيران ما هي؟ تابعونا بعد الفاصل هذا البرنامج برعاية بنك البركة مصر هذا البرنامج برعاية بنك البركة مصر أرحب بكم من جديد ربما تكون إيران على وشك إعادة الروابط المصرفية التي تربطها بالعالم بعد ثنوات من العزلة غير أن العودة لن تكون عملية سهلة إذ أن نظامها المالي الإسلامي تطور على نحو سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع البنوك الأجنبية يواجه النظام المصرفي الإيراني عقبات أساسية قبل أن يعود للتوافق والاندماج مجدداً مع المعايير المصرفية العالمية فالبنوك الإيرانية تعاني من مشاكل يجب تجوزها لتهيئة سبول العودة أهمها معضلة القرود المتعثرة التي تعاني منها المصارف والتي احتلت 17% من إجمال القرود عام 2013 لتمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العلاقات التي تربط الجهاز المصرفي بالحكومة هي عقبة أخرى فالكثير من البنوك التي توصف بأنها بنوك خاصة تربطها علاقات بمؤسسات الدولة وتعمل في ظل نفوذها ويقول محلل إن جهود الحكومة في تشجيع القطاع الخاص وفتح نوافذ جديدة والمرون في التعاملات مؤشر إيجابي لكن من المتوقع أن يستغرق الانتعاش الكامل سنوات وربما تحتاج البنوك لتدبير مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الجديدة عن طريق بيع سكوك أو حصص من أجل فتح مجالات عمل جديدة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع إيران فرصة كبيرة في حال رفع العقوبات إذا توصلت طهران والقوى العالمية إلى اتفاق لتقييد البرنامج النووي الإيراني بحلول 30 يونيو المقبل وسيؤدي هذا الاتفاق إلى زيادة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار في إيران ورغم أن النظام المصرفي الإيراني هو نظام إسلامي بالكامل وفق قانون صدر عام 83 من القرن الماضي فإن هذا النظام يختلف في بعض جوانبه بشكل ملحوظ عن النظام السائد في الدول الأخرى ذات الغالبية المسلمة حيث تتمكن البنوك من إبرام تعاملات أساسها الفائدة كما أنها تحتفظ بالمعايير المحاسبية للبنوك التقليدية ولا تطبق إيران معايير هيئة محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وقد بلغ إجمالي أصول المصرفية الإسلامية في إيران ما يعادل 523 مليار دولاراً حتى مارس 2014 ويمثل ذلك أكثر من ثلث إجمالي أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم إذن بدورنا نتابع هذا الموضوع معي من لندن الأستاذ محمد عيسى الخاقاني الباحث والأكاديمي أستاذ محمد بس الخير أنا شاكل وجودك معنا في هذا البرنامج يبدو أن طهران بشكل أو بآخر تتهيأ لمرحلة العودة من جديد مرحلة ما بعد العزلة يعني إذا تم الاتفاق النووي بشكله الأمثل ولكن يبدو أن البنوك الإيرانية كانت معزولة طوال هذه الفترة إلى أي مدهية ستواجه صعوبات حقيقية في التعاطي مع العالم في الحقيقة البنوك الإيرانية تواجه صعوبة كبيرة في نظامها المصرفي النظام المصرفي الإيراني اعتمد البنوك الإسلامية على فتوى شيعية تختلف عن الفتوى التي موجودة عند الإخوان في المذهب السني وهو أن يكون هناك عقد بين البنك والعميل المتعامل مع البنك ويجب أن تكون المعاملات في إطار القضايا التي يحللها الشرع الإسلامي فبذلك نكون أمام مشكلتين أنه لا يمكن تحديد سعر الفائدة للبنوك وهذا يولد بيروقراطية كبيرة للبنوك الإيرانية حيث أن البنك يجري أسلوب العقود مع العملاء لأنهم حذفوا خلال الفكرة التي طرحها المفكر الإسلامي من سيد محمد باكر الصدر في البنك اللاربوي في الإسلام بأنه لا يمكن أن يكون البنك إلا بنكا ربويا فهم حذفوا مسألة المدين وتحولت إلى كلاينت أو كوستمر بمعنى عميل أو متعامل مع البنك لكي لا يكون هناك داء ومدين في البنك وتكون المسألة متخصصة بين العميل والبنك الذي يمثل شخصية معنوية بالنسبة لهم هذه ولدت بيروقراطية كبيرة في البنوك الإيرانية التعامل مع البنوك الأجنبية مثل HBCS أو Charter لا يمكن أن يتم لأن هذه البنوك طبيعيا تتعامل مع الخمور ومع القمار ضمن حساباتها المصرفية وطالما أنك تعرف فإذا لا يمكن أن تتعامل لأن الإسلام يحاسب عن نيات وأنت بدون نية تعلم بأن هذا البنك يتعامل فهذه إشكالية كبيرة تواجه البنوك الإيرانية في الانتقال إلى المصارف الدولية أو بعد رفع العقوبات إن حصلت نعم سيد محمد أنت تعلم أن البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية في بقية إنحاء الدنيا لن تأقلم نفسها على الوضع الإيراني وبالتالي إلى أي مدى البنوك الإيرانية هي مطالبة ربما بأن تهيئ نفسها حتى تستطيع هذا التعامل أو تكون معزولة في نهاية المطاف حتى لو تم فك الحظر في الحقيقة حسن روحاني اتخذ قرارات بنكية ممتازة منذ أن أتى إلى السلطة وطلب إعادة هيكلة البنوك الإيرانية لكي تتوافق مع ما يحدث ولكن هناك إشكالية كبرى أن البنوك الإيرانية تواجه أربعة أنواع من العقوبات الآن عقوبات دولية مفروضة عليها عقوبات بنكية من قبل بعض الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعقوبات أجنبية وهناك عقوبات البنوك الإسلامية التي لا تستطيع في المنطقة العربية أن تعترف بأن هذه البنوك بنوك إسلامية يمكن التعامل معها أي أن البنوك الإسلامية الكبرى وخاصة في كندا لا تتعامل مع البنوك الإيرانية على أساس أنها بنوك تتعاطى الأسلوب الإسلامي في المعاملات التجارية في الحقيقة الإشكالية كبيرة تحتاج إلى إعادة دراسة بالنسبة للإيرانيين هم على الوضع الداخلي يستطاعوا من خلال تنظيم بعض المفاصل في البنوك إلى تخفيض مستوى التضخم إلى 4% وهذا شيء اقتصاديا ممتاز بالنسبة للداخل الإيراني أما للانتقال إلى الخارج خاصة أن إيران على ساعتها ومساحتها تتعامل فقط مع أربع بنوك أجنبية ثلاثة منها في جزيرة كيش المفتوحة التي لا تخضع للنظام المصرف الإيراني وواحد فقط يتعامل وأنا لم أجد له كثير من الفروع بنك التعاون الإسلامي يسمى يتعامل في طهران فقط وهذه الإشكالية يجب على الحكومة الإيرانية أن تكون على مستوى الحدث لكي تحل هذه المشكلة اختلاط الأموال عند المبدأ الإسلامي اختلاط الأموال بالحرام يحرم الأموال كاملة وطالما أن بنوك العالم في كل الكرة الأرضية تتعامل باختلاط الأموال فلا يمكن أن البنك الإيراني يكون هو البنك الوحيد الذي يستطيع أن يبرم عقودا مع بنوك شريطة أن لا تدخل التعاملات الحرام في الإسلام ضمن تعاملاتها البنكية هذا شيء غير قابل للتحقيق لأنه شيء لا ينفذ على الكمبيوتر في الحقيقة وطالما أن الإسلام قد دعا أن تكون النيات طيبة فلا يمكن أن أطبق النيات الطيبة على الكارتلات التجارية الكبيرة أنا أشكرك كالأستاذ محمد غيسى الخاقاني البحث والأكاديمي على هذه التوضيحات كنت معي من لندن شكرا جزيلا لك تعتبر المنتجات الاستثمارية الإسلامية صيغة عمل تنشط بمجيبها المؤسسة المالية الإسلامية لجذب المدخرات وتوظيفها وتحقيق الربح من خلال حزمة من الأدوات والشروط التي يستعرضها هذا التقرير المنتجات الاستثمارية الإسلامية هي الصيغ التي تستطيع من خلالها المؤسسات المالية الإسلامية إنتاج وتوليد أصول مالية قادرة على جذب المدخرات من جهة وتوفير فرص التمويل المربحة في النشطات الاقتصادية المختلفة من جهة أخرى وعلى الرغم من حدثة التجربة زمنيا إلا أن المنتجات المالية الإسلامية استطاعت جذب الكثير من العملاء المسلمين وغير المسلمين وذلك بفضل التغييرات والمرونة الحاصلة في إعداد المنتجات الاستثمارية الإسلامية بالتوازي مع امتداد أحجام الأسواق المالية والنقدية ما فتح الباب واسعا لاستقبال سيولة جديدة في الأسواق المالية العالمية واحتواء المزيد من الأرصدة والمدخرات المالية للملايين من الأفراد والمؤسسات مع ما تثريه خصائص منتجاتهم المالية والنقدية من تأثير إيجابي على استقرار الأسواق المالية العالمية وذلك من خلال جودة ونوعية تلك المنتجات والأدوات المتوافقة وأهداف الاستثمار وأحكام الشريعة الإسلامية كالمرابحة والاستصناع المصرفي وبيع التقصيط والمشاركة المصرفية ومقالبة التدفقات المالية النقدية وبيع مؤشرات أسواق السلع والمتجرة بالخيارات المالية بالإضافة إلى الأدوات والمنتجات المالية القائمة على الدين والأدوات والمنتجات المالية القائمة على أصول حقيقية والصندق الاستثمارية المختلفة والمحافظ الاستثمارية انتهت حلقة مشاركة لهذا الأسبوع الأسبوع المقبل بمشيئة اللافذات الموعيد لقاء جديد دائما تابعوا أخبار سي أم بي سي عربية على موقعنا الإلكتروني cmbc.orabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك، انستغرام في أمان الله هذا البرنامج برعاية بنك البركة مصر